وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن الجلسة العامة شهدت مناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة فضلا عن التطرق للقطاع السياحي في مصر وكيفية تنشيط هذا القطاع خاصة في ظلمة تميز به مصر من مقاومات تجعلها في مقدمة الدول الرائدة في الجذب السياحي بنتكلم عن أنه شبكة الطاقة الدولية كمان حذرت أوروبا أنها هتواجه خطر شديد جدا من خطر عدم وجود كهرباء عدم وجود غاز خاصة وهيشتد هذا في فبراير ويناير المقبل لأنهم الأكثر برودة بنتكلم عن أنه كل ما تحدث عنه عكسه تماما موجود في مصر لا نجد يعني مشكلة في الغاز أو الكهرباء أو حالة انقطع ليهم طيب ضروري نحن نستغل هذا ويكون هناك حالة من الاصطدافة السياحية بأماكن مجهزة وخدمات كمان متواجدة ليهم إذا كان بقى إنترنت قوي إذا كان أماكن هادئة بنتكلم أنه كمان هناك شركات عدد كبير جدا من الشركات في هذه البلدان أعلنت أن العاملين هيقوموا بإنجاز عملهم من المنازل فليه ما نجيبش دول وهما بالنسبة لهم هيكون عندهم أصلا ارتفاع في الأسعار فبالنسبة له أنا هنا هاخد الخدمات دي كلها ويكون موجود في بلد كمان أخد فيها جوالات سياحية لا ليه ما يكونوش موجودين وعلى فترات كبيرة أعتقد أنه هيضر سيولة وكم كبير من السيولة هنا بمصر نهاردة احنا اتكلمنا كأعضاء تنسكت شباب الأحزاب والسياسيين مع وزير السياحة والأثار عن أهمية الأثار المصرية ويجب تطوير كافة المناطق الأثارية في مصر ويجب الترويج عن السياحة بشكل أكبر من ما نحن عليه الآن كان عندنا مثلا على سبيل المثال الأزمة الروسية الأوكرانية ايه دور وزارة السياحة والأثار في جذب السياح لمصر تعلم سيادتك أن السياحة والأثار بيمثل نسبة كبيرة جدا من ناتج القوم المصري وكان في بعض الأوقات كان الميزانية بتعتمد أو المزنية بتعتمد على الدخل من السياحة والأثار محتاجين في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدت دولة المصرية أن احنا نعتني بهذا القطاع وندعمه دعم كثير فالحقيقة معظم الطلبات عن ضرورة إعادة تنشيط السياحة المصرية المختلف دول العالم أن نتواجد فيه الأحداث العالمية